مجموعة خيام تتوسطها حفرة حيث يصنع الفحم ثم يجمع ويباع هذا هو ملخص حياة سكان منطقة الدجيل جنوبي محافظة واسط فلا وجود لليسر في حياة هؤلاء منذ مزاولتهم مهنة صناعة الفحم منذ نحو 25 عاما حياة جافة تخلو من أي خدمات تذكر فلا يعرف مزاولو هذه المهنة سوى العمل الشاق منذ الصباح الباكر حتى غروب الشمس علهم يؤمنون قوت يومهم هذه مهنتنا نحن وجهان وعيشتنا عظيم وخضرهم كل شيء ماكو وبالبر وبالباق والحرميس وما يخابو نشرب من هذا الدجيل نحن وجهان نيكين نحن ما عدنا غير هذا مهنتنا صناعة الفحم هنا بالطريقة البدائية لا تخلو من مخاطر صحية على الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في خضم هذا العمل المضني بعيدا عن مقاعد الدراسة لقد ملوا العمل وسط أكوام الفحم دولة ما توفر لها كيبل أو تيل كهرباء لهم حتى يرتاحون نفسيا وعقليا هم هسا تعبانين يعني الطفل أشود تلقاها هم يعني مصخمين وهذا وجوههم مصخمة يعني أمراض ينقل لهم يعني هاي والدور يأخذون يعني كيش مال الفحامة يعني يبيعها بخصة يعني بثلاثة آلاف دينار شين قيمة الثلاثة آلاف دينار يعني يعيش لعائلة ورغم زهد ثمن الفحم مقارنة بالمجهود وانعدام أدنى شروط السلامة في تصديعه إلا أن مهنة صناعة الفحم ما تزال تقاوم تغير الزمن وتبدل الأحوال لدى هذه العائلات التي تسكن أطراف واسط والتي أجبرتها صعوبات الحياة على ممارسة هذه المهنة